اشتركوا في القناة المدرس اللغة العربية بمدرس ملك عبدالعزيز أهلاً مرحباً بكم في الحصة الثانية واللقاء الثاني في هذه الكفاية كفاية التواصل الشفهي والتي تحدثنا فيها عن مقدمة في اللقاء السابق وكانت عبارة عن تلخيص لما في هذه الكفاية من نواع الذكاء التواصلي وعلمنا أنه أربعة ذكاءات الذكاء الذاتي والاجتماعي والانفعالي واللغوي والآن نبدأ معكم صفحة 176 في النشاطات التمهيدية النشاط الأول يقول أسليب الاتصال اللغوي تشتمل على أي عملية على تواصل شفهي على أشلوبين من الأسليب الاتصال يبقى كيفية الاتصال بيني وبين الآخر كيف؟ الأول نعم التحدث ثم طالما فيه تحدث يكون فيه استماع يوجد بعض الفروق بين الاتصال والتواصل الشفهي ولو نلاحظ عندي من طرق الاتصال القراءة والكتابة والتحدث للإستماع نجد أن الاستماع يأخذ حيزا أكبر من العملية للاتصال اللغوي يليه بعد ذلك التحدث يليه القراءة ثم الكتابة الاتصال لا يشترط فيه المواجهة أما التواصل لا بد من التبادل بين الحديث والمستمع الاتصال ينعدل فيه التأثير والتأثر لأنه حيانا يكون عن بعد أما التواصل الشفهي بالتأثير والتأثر من مميزات الاتصال نتائجه غير محددة غير معلومة أما التواصل الشفهي نتائجه واضحة وحددة ننتقل إلى التدريب الثاني والذي يقول لك صنف الآداب التالية في الجدول اللاهق وأضف إليها من خبراتك الشخصية ما استطاع بعض الأمور وبعض الأداب التي لا بد أن تتوفر في كل من المستمع والمتحدث أقرأ معي قراءة صمتة ثم انتقل إلى الجدول نعم النظام وعدم الفوضى في المدخلات هذا من أداب الاستماع أم التحدث نعم المدخلات الاستماع عدم احتكار الكلام هذا في المتحدث الإنصاد بفهم مستمع بعد ذلك إمهال المتحدث حتى ينتهي من حديثي هذا استماع النظر المتحدث عدم المقاطعة أما من أداب التحدث عدم احتكار الكلام الكلام الهادئ الخالي من التواطر والصراخ احترام مبدأ الصدق المجاملة والردة بالحسنة احترام آراء الآخرين ننتقل إلى التدريب الثالث يقول أعطى التفسيرات من عندك للمقولات التالية المقولة الأولى تقول إن البلاء موكل بالمنطقي ما معنى هذا الكلام؟ طبعا البلاء بمعنى المصيبة والرزء المناء موكل بالمنطقي بمعنى أن المنطق غير السليم هو سبب البلاء ونعلم جيدا المثل الشعبي الذي يقول لسانك فصانك نعم يا شباب فلسان الإنسان دائما إما أن يأتي له بنعمة أو يأتي له بنقمة ودائما ومعظم المصيبة تأتي من اللسان المقولة الثانية تقول وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم بمعنى من الممكن أن تراني وأنا صامت ولكن يزيد الإعجاب أو يقل بسبب الكلام الحكم بالزيادة والنقصة أن تكون بعد التكلم لذلك قيل تكلم كي أراك المقولة الثانية تقول لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال بمعنى نعم إن لم تستطع أن تهدي المال أو غيره للناس فعليك أن تكون طيب المنطق حسن الكلام فالكلام الطيب يغني عن عطاء المال ننتقل إلى المقارنة والمناظرة متخيلة بين الصمت والكلام يقول لك اختصم الصمت والكلام أيهم أكثر نفعا وأيهم أسلم عاقبة فقال الصمت ماذا قال يقول الخير كل الخير في الصمت يرد عليه الكلام قائلا أنا أبيان منك عند الناس قال الصمت وبك أيضا يتطاول الناس بعضهم على بعض أي بالكلام فرد عليه قائلا إن اتبع الناس آدابي سلموا معنى ذلك أنه هناك آداب للكلام وهناك آداب للصمت قال الصمت وإن أحسنوني أحسنوك بهذا الحديث هل نستغني عن الكلام أو الصمت؟ لا فاتفق الاثنان أنه لا يستغني الناس عنا أبدا التدريب التالي التدريب الخامس يقول التواصل الشافهي ليس مجرد كلام واستماع بين علاقة المقولات التالية بعملية التواصل الشافهي أبيات من الشاعر تقول أشارت بأطراف البنان وودعت وأومت بعينيها متى أنت راجع فقلت لها والله ما من مسافر يسير ويدري ما به الله صانع ما علاقة هذين البيتين بالكلام أو التواصل؟ الكلام والتواصل ليس فقط عن طريق الحديث أو اللسان وإنما أيضا عن طريق الإشارة وحركات الجسد اللغة الغير اللفظية والإماء والإشارة إلى آخرين فالإشارة والنظرات تعبر عن الكلام أحيانا المقولة الثاني بيت الشاعر يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا معنى ذلك أن اللسان يغرف من القلب ما بالقلب يخرج فالكلام الصادق يخرج من القلب وما خرج من القلب يصل إلى القلب وهذا أدب سنتعلمه في ميالي ألا وهو أن تخاطب الناس بما يحبونه ويعلمونه ويطيب خاطرهم يقول والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها معنى ذلك ليس كل ما يقوله اللسان صدق وإنما من الممكن أن تجد شخصا يلافق في الكلام فالعين توضح مغزى الكلام المراد لذلك يقول إن أخفيت شيئا في القلب فاللسان يخرجه وإن تمكنت من اللسان فالعين تفضحه لذلك نظرات العيون توضح ما يضمره القلب البيت التالي يقول وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين الصخط تبدي المساوية هذا الكلام لو فصرناه على التواصل الشافي خص المستمع فإن كان المستمع محبا للمتحدث رضي منه بكل الشيء وإن كان عيبا ستره وإن كان عكس ذلك فضحه فنقول أن من العيون تعرف العيوب والمحاسن إذا كنت لا تبتسم فلا تفتح مثجراء هذا مثل صيني معناه في التواصل لابد أن تكون بشوشا مرحا حسن الطلعة حتى يتقبلك الناس فالابتسام يفتح قلوب الناس للتواصل ننتقل إلى التدريب السابس والذي يقول علل كما تعتقد مبينا ما يمكن أن تستفيد اقرأ في رائع صامتة لحد التدريب تجد أن معرفة المعرفة عن الشخص الآخر تعطي المحاور القدري الكافي لفهم نفسية الخصم وبالتالي يستطيع الراغب في الحوار أن يتواصل مع الطرف الثاني بأنواع من التواصل مما يمكنه من التأثير بمن يحاوره هذا الرجل أعدى وعلم من الذي يسعد هذا الشخص الآخر فمعرفتك بما يريد الآخرين ذكاء اجتماعي طبعاً وما يفضلونه في الحديث يمكنك من الوصول إلى قلوبهم أسرع انتقل إلى المقولة التالية اقرأ في رائع صامتة نعم تجد وتجد أن المغزى منها يقول أن من عاش التجربة بصدق يصدق في الحديث عنها وحينها يخرج الكلام من القلب فإن من يكتو بنار الشيء قد يقدر على بيان آثاره أكثر ممن حفظ هذه الآثار على الكتب فالأول ينطلق من واقع والثاني ينطلق من نظر فليس رائع كمن سمع وليس مجرب كمن رأى أو سمع التدريب السابع يقول لك رتب المؤثرات التالية بحسب أهميتها في التواصل الشافعي من وجهة نظرك بمعنى أنها وجهة نظر بعض العبارات اقرأ قراءة صامتة ثم اذكر بالترتيب أي المؤثرات تؤثر في عملية التواصل الشافعي أنا أرى أن التحدث في موضوعات ذات اهتمام مشترك يجعل التواصل ذاقيما الخطوة التالية نعم نجد أن اختيار الوقت المناسب للتحدث لذلك سندرس أن لكل مقام مقال هذا أدعى هذا أدعى لي تحقيق التواصل الشافعي بعد ذلك نعم انتقاء العبارات البليغة ذات التأثير الوجداني والعقلي على السامع أربعة مراقبة حال المستمع ومدى رغبته في التواصل المواصل التحدث في الموضوع خمسة الاقتراب الجسدي من المخاطب وإشعار صديق الحميم آخر شيء يا شباب استخدام الإشارات والإمعاءات المساعدة على توصيل الفكرة هذا الترتيب وجهة نظر ولك أن ترتب بما يطراء لك بهذا التدريب نكون قد وصلنا إلى نهاية لقائنا اليوم نستوذعكم ربي الذي لا تضيعه ودائعه أبناء الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلمكم سعيد جمال ترجمة نانسي قنقر